أهلاً بحضراتكم إيه رأيك في التارير اللي إحنا عملناه لعي البصير؟ أهلاً جميل بيفكرت بالذكرات القديمة؟ أه طبعاً بيرجعني وراء 35 سنة 35 سنة؟ أه لأن أنا انضمت للمنتخب أو في النادي وأنا عندي 17 سنة ونص 17 سنة ونص منتخب 18 كنت أصغر لعيب في المنتخب أه طيب قبل ما بدأ بقى خش على المنتخب والسن وبش السن أه أنت من المنصور؟ منين بقى في المنصورة؟ أنا بالنسبة للسيرة بتاعتي أنا أصلا من منصورة نفسها منين من منصورة؟ من حي اسمه النصرية النصرية ده هو حي تاريخي من أيام الفرنسيين والكلام ده كله بس بشان نخطو المهم ده حي شعبي نعم وفي نادي اللي هو النادي الأم بتاعنا اللي هو أساساً تربينا فيه أنا وكابتن أحمد شاكر وكابتن صنوات فرق نادي اسمه نادي النصرية نادي النصرية ده أنت بدأت فيه؟ ده وإحنا أشبال صغيرين طيب أنت قبل ما تروح النادي ده وكنت في النصرية أنت كنت تنسلعب في الشارع ولا بدأت مركز شباب ولا بدأت ساحة ولا ما؟ أه لا بدأنا يا كابتن بالمدارس لا قبل المدارس كباب ما دابش في الشارع؟ ما أنا أقول لحضرتك حاجة قولي وإحنا صغيرين في الابتدائي أه كنا بنلعب في المدارس في الفسحة أه اللي هي الـ أي واي البريك بين الحصة أه ده 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 البداية أه البداية جاء كابتن عبد الحميد زاير كان ماسك مركز تدريب الكورة في المنصورة ده أيام زمان كان المراكز تدريب دي وزارة الشباب اللي اتراعيها أه فكان الكابتن عبد الحميد زاير بيلف على المدارس فانتشلنا من يعني أنت منابتش في الشارع خالص؟ لا أه خالص ضعبنا في نادي النصرية يعني بدأت بكورة كبيرة على طول أه نادي النصرية ده ملعب صغير أه وكان شعبي وانتع بقى اعتبر زي مركز كده ومجموعة كلها مع بعض ننت بالأسام اللي كنت تقولها دي وبدل الشارع كنا بنلعب في الملعب الصغير ملعب كورة شرب؟ لا لعبنا كورة شرب فيما انت في قلب الـ في النادي في النادي؟ اه أسواه ملعب صغير اعتى الخماسيات خماسيات اه فده من هنا بدأت البداية بتاعتي بقى كان سنك كم سنة ما كنت بتروح النادي؟ اللي هو نادي النصرية نادي النصرية كنت في ابتدائي يعني في ابتدائي يعني مثلا ايه تسع سنين أو ثمان سنين؟ اه يعني عشر سنين عشر سنين؟ اه لما كنت بتقول للأسرة كلها للأهل لما بتقولوا من رايح النادي كانوا بيدايقوك شوي ولا كانوا؟ لأ ليه؟ لأن كان والدي أساسا لاعب في نادي النصرية اه والنادي النصرية ده كان هو أول نادي كان في المنصورة في المنصورة؟ مال ايه؟ اه فوالدي كان لعب فيه وسكرتير النادي مجلس إدارة فكان حابب فبسهله حابب وبيشجعني كان بيلعب ايه مركز ايه؟ كان بيلعب برضو باك رايت باك رايت مدافع لكن ما ده كانت كانت الخمسينات؟ يعني اللي ودي عوهم اه؟ طبعا ما اختلاف الأزمنة طبعا طبعا فالحمد لله يعني هو شجعني لدرجة انه لما مستقبلا كان بيديني برضو نصايح اه نصايح ودعم يعني هو كان بيوجهك يعني؟ لأنه كان رياضي اه وكان حابب ان انت تتكمل مسيرته بقى ايوه فلما جاهد كابتن زاهر اه انتشرنا بقى من المدارس وضموكه للنادي لمركز التدريب مركز التدريب ده اللي كان وزارة الشواء برياضة يبقى مسؤول عنه كان زمان بقى كان فيه اجتمام وفيه ملابس وفيه واجبة بناخدوا سندوتشات الواجبة كانت تعبارها عن ايه؟ سندوتشات كبدة والحوم ومربة وإشتة والليتر حليب حاجل سهرة بتاكل كبدة بقى ها ها وكنا دي نستنى اللتر اللي الحليب اللي هو المباستر المباستر ها الازاز الازاز اه كان بعد التمرين كلها دلوه واجبة بياخد كان بيهتمام كنت بتضرب كم ازازة لبا يعني ازازة ونص ها ها ربانا يديك الله يخليك بدأت في النادي اه تفتكر مين اللي كان يجيل اللي كان بلعب معك؟ انتم كلكم زي قرية واحدة او اقليم واحد كلكم عارفين بعض ما هي ده كانت الميزة اللي في الفري الأول بتاع المنصورة اه ان احنا كتقنا واحمد شاكر اللي يرحم الله يرحموا يا عسن الله وبدأوا حمودة اه وصاروا هتفرج ربانا يشفي يا رب اه ومصطفى عجاد ومحمد الشال كلكم انتم صغيرين كي طلعتوا مع بعض؟ اه طلعتنا ما هي ده الميزة وكان ده الله يرحم ده عمجة من رجس الموهبين بقى اه كان الله يرحمه وكان فيه لعب كواس جدا اسمه ناجي فتحي اه ايه طبعا نسمع عنه اه ده برضو كان موجود مع كلنا طلعنا ما هي ده الميزة اللي خلتنا اه في الفريق اول حفظين بعض بقى خلاح حفظين بعض طلعنا مع بعض المراحل دي كلها مع بعض مع بعض انت وانت بدأت قلتلي من ثمان سين او عشر سنين والمجموعة دي موجودة معاك هل كانوا ما تدركتوا منعبتوا في المراحل السنين الاخرى وهم كلهم كانوا مع بعض اه لا كان فين فوارق سن سنة اه يعني مثلا احمد شيك كان اكبر مني سنة اه لكن كان بيلعب في مرحلته وانا علشان قدراتي بتلعب معاه بصعدونا لعب معاهم ما شاء الله يعني ده ده اللي كانت والسطوحي كان فين بقى من المضموعة لا سطوحي هو من المنصورة اصلا بس منطقة تانية حتة مودرن شوية كده اه يعني معاهم دلله اه يعني فبداتوا بقى تبقوا معا بتترحل من مرحلة لمرحلة 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 اه جينا بقى للمرحلة اللي هي سبعتاشر سنة ونص سبعتاشر سنة ونص انت حاسيت بقى ان في مضوج في لعبك؟ يا أمال ايه؟ هي دي يا كابتن ما انا احكي لك حكاية برضو ايحكي انا عاوز تطلع اللي جواك اه لا ما انا احكي لك حكاية انا سبعة شرسة ونوص اه في الصيف الانديم مريحة تاخد اجازة ففي اختبارات اه فانا ما تعرفش ايه الاجس اللي جالي وقال لي اروح اختبارات النادي الالي وانت بسن سبعة شرسة ونوص انا يا كابتن مصطفى بدون حرج اه طبعا كان زمان كده اه لفيت حزاء الكورة ولبسي كان يلا وشورت في ورقة جرنان وقالتهم تحت اه تحت باطي وعا القطر من غير ما اقولي الوالدي خالص خالص طب انت خدت القرار ده ازاي ما انا بقولك هاجس جالي كده اه اه ايه ما اروح النادي الالي اه اكبت القطر اللي اختبارات الساعة اربعة كنت الساعة عشرة بحديقة الاندلس قاعد عن رصيق استني الباب يفتح بتاع النادي الال اللي هو من ورا ايه ابن عمدالله كان ارض المعارض زمان الارض المعارض زمان اه ورحت دخلت اختبارات امم انت انت كان ميولك اصلا اهلاوي ولا زملكا ولي بصراح لا بصراح ان كان ميول اهلاوي وكان كنت اتمنى ان انا بقى في النادي الالي دخلت ما قلتش بقى حد حتى لزميلك ولا اي حد ولا مين ما دا قصة بقول لك يعني حاجة لا احكي هلنا بقى بالقصة خدت الميت ونوة كلها في جورنال وطلعت على القطر ومن القطر على الاندنس القطر كان زمان بتلاتة جنيه ولا بجنيه ونص وحاجة زي كده زمان وانت داخل النادي الاهلي ما كانش عندك كده رهبة أو خوف طبعا كان فيه رهبة رهبة فضيع عليها لإلا أنا شفت أما دخلت بالألوفات سنت كام الكلام ده أكابت أنا مش فاك أما كان فتح نصير مسك قطع النشئين ده في بداية السبعينات لا مش بداية السبعينات بقى يعني في أربعة عامها في السبعينات تلاتة وسبعين أربعة وسبعين بعد الحرب سنة أربعة وسبعين خمسة وسبعين دخلت لقيت مع الشباب دخلين ولبسته وبتاعه برضه من الرهبة انت أفاكر المدرج اللي تهد طبعا المقصورة دي كنت وقف في الطرقة فدخلت مين كابتن فتح نصير الملعب هو كابتن زمان كان اسمه شو إحسين أو حاجة لا احنا مش عاليا كان فيه كابتن مصطفى حسين مصطفى حسين كابتن مصطفى حسين رحمه طلعه ده الأب بالروح بتاعنا الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه فهم دخلين الملعب علشان يشوفوا الاختبارات فلقوا نواقف قال لي انت ايه ده انت مين انت طولها نجاك كابتن اختبر أنا من منصور وانواقف يا كابتن مصطفى عبد انتباع والشدة بتاعتي خايف آه رهب الملعب والدنيا وريسة آه جاو آه طبعا جا كابتن فتحي قال لي استنى انت قلت استنى انت يعني ايه خلاص يعني وما خلصوا اختبراته ومش عاوزيني آه أنا فجأت يا كابتن مما اختبرات خلصت أتابك كابتن فتحي عامل مطش ودي مع الأدام بتوع النادي نفس المرحلة 18 سنة آه عشان نشوف فيها الناس الجديد آه مع فرقة كان جسمك صغير ولا كان كبير شوية لا يعني كان هو كان جسم في قوة أيو أيو لكن طبعا الطول كان قال لي شوية آه بس هو لما قالك السنة شوية انت إلقت إلقت قلت وخلص يعني خلاص آه فالمهم هو طالع قال لي تعالي خدنا قضة اللبس مع اللعيبة الأدامة آيو اللي بوقع من المرحلة عند المتاعة المدرك دي عامل مطش آه مطش ودي مع مدرسة السنوية الساعدية آيو فناقص العدد آه فخدنا كمل لما شاف الستايل بتاعي آه وبقول يا أخي حتى شوف الناس دي زمان كانت بالنظر بالنظر بعدين اللي أنا استغربته يعني ما شاء الله يعني لا الشاف الستايل والقوة وبتاع العدود لاو انت مجلت ستايل هو الحمد لله آه لستايل البادلة إيجار البادلة دي فالمهم ما دخلت لبست لبس النادي الآلي الفانيلا لوحدها يا كابتن ادتني روح فانيلا فيها روح ادتني روح أنا نزلت لقيته بعد المتش جاي مسكني من إيدي هو حيرزق كابتن فاتحة سهل آه طبعا مسكني من إيدي وعلى الكابتن صالح سليم مدير الكورة كان المكتب بتاعه تحت المدرق أيوة كان في آخر الطرقة كده شونا أنا دخلت أنا في حلم والعلم الزهول أخذني وندخل على لقيت الكابتن صالح قاعد كريزم حاجة تانية خالص آه آه ده على المكتب آه ده على المكتب قال له يا كابتن الودة كويس وعاوزين قال له منت جايلي ليه ده كويس فدو آه خلص خلص معا أشوف إيه الموضوع وإيه الموضوع أنا كل ده أنت مكنش ماضي في المنصورة بقى ماضي مانا كل ده وأنا مرضيتش أقول لهم آه قلت أروح أجرب الأول أشوف أشوف الأول آه لو دخلت في الرسمي لازم أيتقال مم وفعلا إيه المهمة كابتن فاتحي خدني وقال له تعالى بقى إنت عن إحنا هنحاول نكلم لك الكابتن فاتح عشان نفكره بالحاجات دي تقول لك كابتن فاتحي لو سمحت بس على الله يكون فاكر لا إزاي بقى من فكره المهمة ده 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 رتب لي معت ثاني أسبوع قال له هنبدأ فأنت تيجي وتجيب والدك آه معاك لأنه كنت دخل على سنوية عام أيوة فرحت الوالد وقلت له ما فجئش والدك لما قلت له أنت أخدت القطر ورحت لإختباراته وقبلت فوجئ قال لك إيه بس كان مبسوط أوي جدا ما شاء الله ومجرد ما قلت له ده أنا قابلت وقفت انتباهه ده من كابتن صلح سليم هو اللي طالبك ده صلح سليم كان ما يرحبه كان صلح سليم آه حاجة مش مجرد قال لي إزاي وإمتى وإيه قال لي كنت أنت بتحلم ولا إيه فانوهم رحنا آه يعني هو وجينا وكابتن فاتحي الله يكريمه كان عمل لنا الترتيب بقى الترتيب في المطعم واتغدينا وجينا بقى إيه قابلنا مين الكابتن صلح في مكتبه وإنت موجود بقى لما دخلت نالي وقالك الاختبارات مش الاختبارات ما شفتش حد بالنجوم الكبيرة كانت موجودة لأ أنا شفت أنا شفت إكرامي إكرامي ما سلمتش عليه ولا هو أكلمك آه مفيش ما من بعيد بقى من بعيد بقى من بعيد أني شفت رؤية بس آه أنا لسه داخل حيكت نايم بقى بدأ من شفت رؤية آه 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 المهمة دخلنا فالمهمة كابتن صلح قال له يا أم الحاج إحنا عاوزين ابنك معنا وخدت بقى والدي جيتوا بقى في القطر في القطر طبعا رجعتوا بقى وإنت راجع بقى إيه اللي وإنت بعد ما خلصت اختبرات النادي الأهلي ورجع في القطر ثاني المنصورة آه الآطر كان بياخد وقت قديها لا الآطر كان بياخد ساعتين ساعتين إيه اللي كان بيدور في ذهنك بقى ساعتها ما بقى أنا مش عارف أركز حلم يا ربي يا ربي طب أنا المشكلة عندي طب بعدين لما أقول لهم إن أنا في النادي طب من النادي كان الأول ما فيش استغناءات آه وتبقى العمليات دا النادي الأهلي دا وقعت مع الوالد وقعت تتكلم وترغي معاه والدي استقبل الموضوع سهل قوي والدي بقعت صامت من الزهول قدام كابتن صالح السليم لا وانت لقت مراحة المنصورة آه وقعت معاه